بشرة صار جدا وخبر مفرح جدا لأي شخص فقد أسنانه أو دروسه أو أسنانه ودروسه بعد سن البلوغ طبعا كلنا كنا بنحلم أن أي شخص فقد أسنانه ودروسه أن يحصل إعادة نمو أو تكوين للأسنان مرة أخرى وكنا بنعتبرها حاجة يعني توقع وهمي أو حلم جميل عايشين فيه ونفسنا يتحقق ولكن جي الوقت اللي فعلا يتحقق الحلم دوت ويصبح حقيقة وبابتكار دواء ياباني يعيد نمو الأسنان مرة أخرى مش هنقدر نقول يخلق الأسنان لأنه طبعا الخلق لله واحده ولكن نقدر نقول بيعيد تكوين الأسنان ونموها مرة أخرى مهما كان السن اللي أنت فقدت فيه أسنانك أو دروسك أو أسنانك ودروسك بعد كده هنقول وداعا لزراعات الأسنان أو زراعة الأسنان هنقول وداعا لكبري الأسنان أو تركيبات الأسنان الثابتة هنقول وداعا لتركيبات الأسنان المتحركة وداعا لطأم الأسنان المتعب بكل سلبياته وكل مشاكله دلوقتي أي حد فقد أسنانه أو دروسه يقدر ياخد الدواء بكل سهولة بدون آثار جانبية تقريبا يقدر ينمو الأسنان مرة أخرى بدأت الحكاية في كوكب اليابان أو في اليابان من فريق بحث من العلماء وعلماء الوراثة بدأوا يبتكروا أدوية ويختبروها على الفئران بحيث تعيد نمو الأسنان مرة أخرى جابوا فئران التجارب وخلعوا لهم أسنانهم ودروسهم أو استعانوا بفئران تكون عندها مشاكل جينية بتمنع تكون الأسنان من الأساس وبدأوا يتابعوا ويدوها الدواء دوت بدأت الأسنان تتكون وتنمو وتظهر في الفم وتظهر مكتملة في الأشعة دون آثار جانبية تقريبا على الفئران الحقيقة أن ده بالنسبة لهم كانت نتائج مبهرة نتائج مبشرة جدا جدا أنه هم يبتدوا يطبقوها أو يختبروها على البشر وبدأوا حاليا بتطبيقها على الأطفال الأطفال دول بيبقى عندهم مشاكل جينية بتمنع تكوين ونمو الأسنان فبدأوا التجارب عليهم وبرضو متوقعين نتائج مبهرة مبشرة بالنسبة للبشر أو الأطفال اللي بدأوا عليهم التجارب علشان كده بدأوا يتكلموا على الدواء على أساس أن النتائج إن شاء الله هتكون برضو مبهرة ومبشرة فالدواء ده بيشتغل إزاي وإزاي بيعيد نمو الأسنان مرة أخرى أو تكوين الأسنان مرة أخرى وإمتى هيتم طرحه في الأسواق ويكون متاح لنا كلها علشان نفهم الميكانيزم أو الدواء ده بيشتغل إزاي طبعا الطفل الصغير بيطلع له الأسنان اللبنية وبعد كده بتقع وبيبتدي يظهر الأسنان الدائمة بعد كده فيه جين اسمه Usage أو USAG ده بيتنشط Usage 1 ده بيتنشط وهو ده اللي بيمنع تكوين ونمو الأسنان مرة أخرى للبالغين في حالة فقدان أسنانهم عشان نفهم الميكانيزم أو إزاي الدواء دواء بيشتغل طبعا كلنا عارفين أن الطفل الصغير بتبتدي تظهر في الأسنان اللبنية وبعد كده الأسنان اللبنية ديت بتقع وبتظهر بعدها الأسنان الدائمة بعد كده فيه الشخص البالغ الكبير بتتنشط جين اسمه Usage 1 أو USAG 1 ده المسؤول عن منع تكوين ونمو الأسنان مرة أخرى بالنسبة للبالغين يعني الشخص البالغ لو وقعت سنة أو تكسرت أو تخلعت ما ينفعش أنه هو يبقى عنده ظهور لأسنان مرة أخرى نتيجة للجين الموجود دوت اللي بيمنع تكوين ونمو الأسنان مرة أخرى بالنسبة للبالغين الدواء الياباني هيعمل على تعطيل الجين دوت عن طريق أنتيبادي أو أجسام مضادة ضد الجين دوت فبالتالي لما الجين ده يقف وظفته فمفيش أي حاجة تمنع من تكوين الأسنان ونمو الأسنان مرة أخرى وظهورها في الفم ده باختصار أو شرح مبسط بالنسبة للميكانيزم بتاع الدواء طيب إمتى الدواء دوت هيظهر في الأسواق؟ إن شاء الله لو النتائج على البشر برضو كانت مبشرة زي ما كانت مبشرة جدا على الفقران أو الحيوانات هيبتدي يظهر في الأسواق بحلول عام 2030 و2030 مش بعيدة يعني 2030 خمس ست سنين بالكتير ويكون الدواء موجود في الأسواق ومتاح للجميع ناس اللي بتسأل هل الدواء ده آمن؟ هل الدواء ده له أثار جانبية؟ بالنسبة للتجارب اللي تم إجراءها على الفقران قالوا إن حصل تكوين أو نمو للأسنان تقريبا بدون أثار جانبية فيعتبر الدواء دوت آمن للاستخدام البشري بالنسبة للجميع أتمنى تكون فعلا بشرة صارة كنا بنحلم الحلم ده من سنين طويلة وكنا عايشين فيه وهم ولكن الحلم أصبح حقيقة وحقيقة ليست ببعيدة ولكن قريبة جدا بعام 2030 إن شاء الله الدواء دواء تيبقى متاح للجميع وفي متناول الجميع أتمنى أكون فرحتكم أتمنى أكون بشرتكم بشرة خير أي سؤال أو استشارة طبية بستقبلها